وأخيرا تم تحديد مكان سفينة نوح عليه السلام فتابعوا معنا الفيديو للتعرف عليه ولكن قبل أن نبدأ إذا كنت مسلم ضع لايك لهذا الفيديو لنعرف كمعدد المسلمين معنا في هذا الفيديو وبعد عناء شديد أصدقاء الكرام صعدنا إلى قمة جبل الجودي الذي ترسل عليه سفينة نوح عليه السلام وها هي السفينة كما تشاهدونها خلفي واضحة المعالم بالإضافة إلى ما تبعنا وإياكم في الفيديو فقد قالت دراستان يمنيتان أن موقع سفينة نوح عليه السلام في اليمن وأن السفينة انطلقت من وادي الهجرين في محافظة شبوة ورست على جبل الجودي في منطقة ثومة بمديرية نهم بمحافظة صنعة ونفت نتائج هاتين الدراستين ما ذهبت إليه دراسات سابقة قالت بوجود موقع السفينة في تركيا أو أرمينيا أو الموصل وأكدت الدراستان أن النتائج التي خلصت إليها دراستين مصادر التاريخية وقراءة إحداثيات خطوط الطول والعرض وفقا لما ورد في القرآن الكريم تؤكد أن نبي الله نوح سكن اليمن وأقام فيها وفي إحدى مناطقها انطلقت رحلة سفينته وعلى أحد جبالها رست اهتمت الدراسة الأولى والمقدمة من علي بن علي الأنسي بعنوان الإرادة وخلوق آدم عليه السلام السبيل الوصول إلى سفينة نوح عليه السلام بتحديد مكان الجنة الأرضية التي سكن فيها سيدنا آدم عليه السلام بالاستناد إلى الشروط والعوامل الأساسية لحياة الإنسان الأول كشروق الشمس واعتدال المناخ وتوفر مياه الأمطار والأنهار والعوامل الاقتصادية وغيرها من الشروط والعوامل التي أكد الباحث توفرها في اليمن خلال العصول الجديدية التي مرت بها الأرض كما استندت دراسة الأنسيف إلى أبحاث ودراسة علمية أكدت أن منطقة جنوب الجزيرة العربية وتحديدا اليمن هي الأقدم واعتدلا في المناخ واعتبر الأنس احتفاظ بعض مناطق اليمن بأسماء مثل آدم والجنة دليلا على ظهور آدم وإقامته في اليمن ونفى الأنس في دراسته ما ذهبت إليه بعض الدراسات التي قالت بوجود موقع سفينة نوح عليه السلام في تركيا أو أرمينيا أو الموصل مدللا على ذلك بموردة في العديد من الكتب والمراجع التاريخية والدنيا والسماوية كذلك وفي مقدمتها القرآن الكريم وكتاب التوراة مشيرا إلى أنه بعد البحث والتدقيق في تلك الكتب والمراجع وجد أنها أعطت الدليل القاطع على أن موقع سفينة نوح عليه السلام في اليمن وأن السفينة راست على جبل الجودي في منطقة ثومة بمديرية نهم محافظة صنعة وذكر عددا من القراءة التي دلل على وجود الموقع في اليمن منها أن سفينة نوح المزعوم وجودها في تركيا ليست هي سفينة نوح لأن تلك السفينة مطمورة في الرمال كما أنها غرقت بمياه مالحة ومياه الطوفان كانت عدبة حسب ما جاء في تقرير الفريق الروسي الذي قام بفحصها عام 2004 وكذا عدم وقوع الطوفان في أسر الوسطى حتى تكون سفينة نوح في أرمينيا وفق المصادر التاريخية وحسب إفادة الفريق الأمريكي الذي قام بإجراء الدراسات في البحر الأسود وما جوره عام 2005 تقريبا وحسب المصادر التاريخية يقول الأنسي أن أصول قوم نوح هم بن راسب ذو الأصول اليمنية وكانوا قد انتشروا في ربوع الجزيرة العربية ومن القراءة كذلك التي ساقها الأنسي وجود الجبل مسمى بالتنور المذكور في القراء الكريم في منطقة الجائف بمدرية همدان محافظة صنعاء وقال أن من يشاهد السفينة يلاحظ أن بجوالها مقطورة إضافية كانت تحمل الأرزاق والمياه لمن كان على ظهرها كما أنها كانت مكونة من ثلاث طوابق الأول للحيونات والثاني للطيور والثالث للبشر وغيرها من القراء التي تؤكد وجود السفينة في اليمن فيما تناولت الدراسة الثانية والمقدمة من الباحث في علوم إعجاز عارف توي دلائل السياق التاريخي للكشف عن موقع سفينة نبي الله نوح والمستوحات من القرآن الكريم حول المنطقة المفترضة للطوفان وناقش الباحث بعد الدلائل من القرآن الكريم التي تثبت كما يقول أن سفينة سيدنا نوح عليه السلام توجد في اليمن وليس في أي مكان آخر وذلك من خلال خطوط الطول والعرض واعتمدا على صورة العنكبوت في القرآن الكريم التي يقول أنه وجد في تفسيرها ما يشير إلى خطوط الطول والعرض للكرة الأرضية مستندا في معرفة إحداثيات تلك الخطوط لتحديد مواقع الأقوام الأمكنة على رقم الآية ورقم الصورة وعدد الكلمات وعدد الأحرف كذلك واعتمد الباحث لتحديد إحداثيات خط العرض وصولا إلى تحديد موقع السفينة على تشبه معنى للآيتين التي ذكرت فيها السفينة في صورة العنكبوت والقمر حيث أن الآيتين رقمهما 15 كما أن عدد الكلمات في الآيتين هو 6 كلمات كما اعتمد على الأقوام مذكورة في صورة الفجر وهي أقوام عاد وثمود والفراعنة لتحديد خط الطول حيث رسم الباحث خط مستقيم بين مواقع هذه الأقوام على الأرض امتد حتى تقاطع مع خط العرض الذي أسقطه في وسط اليمن بالقرب من وادي الكرب قرب الشبوى القديمة وبحسب اعتقاد التوي فإن وادي الهجرين هو أكثر الأودي احتمالية لانطلاق سفينة نوح منه وأن الإحداثيات نصفت الوادي إلى نصفين بالتساوي والله تعالى أعلى وأعلم هذا وصل الله وسلم وبركة عن نبينا محمد وعلى آله اللهم ارحموا اغفر لكل من شارك هذا المقطع شاركوه للفائدة فالدالوا على خير كفاعله اتركوا تعليقا بالصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة دمتم في حفظ الله وراءاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته